اشتركوا في القناة في عدم انتزام المواطنين والمقيمين على حد سواء بالاحترازات الوقائية العامة لما نتكلم عن بعض التجمعات سواء الاجتماعية أو غير الاجتماعية وتكون في المنازل أو خارج المنازل وما يتفى فيها أي إجراء حتى مثل إجراءات بسيطة جدا مثل لبس الكمامات مثل التباعد عمتها الاجتماعي لما يكون أقل من خنق ومترين أو مترونوس تصل اليدين تجنب عمتنا التجمع هذه أمور بسيطة ولكن للأسف عدم اتخاذ هذه الإجراءات الاحترازية أدت لأرتفاع العداد وأنا أتكلم عن الأثنين المواطنين وكذلك المقيمين وجدنا بعض المنشآت أو بعض الماكنة السكن أو غيرها قد يكون فينا كعداد كبير جدا وما يراعى فيها الاحترازات التي تكلمنا عنها مثل الكمامات مثل التباعد مثل عدم التلاط وعدم التجمع في غير الحاجة نعم دكتور يعني يعتبر هذا الارتفاع طبعا مؤشر خطير كيف من الممكن أن نعمل على خفض نسبة هذه الارتفاعات وفي الإصابات طبعا أولا هو أنشرة خطيرة يمكن أن نوافطة بأن نحن في وقت جميع الكادر الطبي يعمل يعني على حد سواء ونحتاج أن نحن نوحد شوي الجهود ونحتاج أن ندعم الكادر الطبي اللي يعمل ليل نهار اليوم للتطعيم ولي زيادة مناعة الناس وما نظر أن نبدل الجهود في أماكن عامة ثانية فأحنا يعني لا تنسين أن هناك في ناس يعملون ليل نهار لصحة الناس ومداومة عليها وفي نفس الوقت يعني هناك مستشفيات ما نريد أن نفتح مرة ثانية هناك أماكن للعناية القصوانا ما نبي بعيد الشارع المواطنين أو المقيمين أن يدخلون فيها بالعكس لذلك عدم الاحتراز يؤدي إلى هذه المشاكل كيف نحن نتجنبها مثل ما أخبرت يعني شغلة إلى حد ما عكسية لبس الكمامات مهم جدا التباعد الاجتماعي مهم جدا عدم التجمع في غير الحاجة نحن اليوم وجدنا أن نحن قللنا بعض الاحتفالات الموجودة والحفلات العراس والحفلات الخاصة لأنه وجدنا الناس لا تتزم فيها أبدا فالالتزام طبعا والاحتراز وأخذ هذه المقاييس اللي أنا أتشوفها بسيطة وليست عامة كبيرة وإحنا في البحرين الحمد لله بالعالمين وجدنا وعي الناس لما يزيد ولما يصبح فيه احتراز أكثر وأموة بسيطة مثل ما أخبرت عليها فعلا يؤدي إلى تغليل العدد وهذا ما نطبح نعم دكتور وليد ربما السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل من أخذ اللقاح هل يعني يمكن أن يتهاون في مثلا لبس الكمام يجب أن نعطي نصيحة من خلال شاشة التلفزيوني البحرين لمن أخذ اللقاح سؤال مهم جدا وجدنا كذلك ناس تراخل لأنها أخذت اللقاح اللقاح بإذن الله طبعا بيكون مناعة ولكن لا يعني الجرعة الأولية والجرعة الثانية وما تؤتى المناعة اللي من بعد حوال تقريبا أسبوعين نعم من أخذ الجرعة الثانية وحتى من بعد الجرعة الثانية بأسبوعين ما زلنا نحتاج أن تكون عندنا احترازات ما زلنا نحتاج أن نلبس الكمام بيسي في تباعد اجتماعي البلد الحمد لله في بداياته صحيح نحن رصدنا عدد كبير جدا وطاعا منك عدد كبير ونحن على مستوات عالمية يعني نعتبر من أولى الناس في العالم ما يعني ذلك يعني نحن نستهتر بالاحترازات نستهتر بلبس الكمامات مثل ما أخبرت لا أبدا حتى الناس المطعمين واللي أخذوا التطعيم يحتاجون يحترزون نعم الشوية يعني خلنا نقول يدنا في يد بعض شوية هذه الوقت يعني جهود مثل ما أخبرت أن تكون موحدة مواطنين مقيمين مع الناس اللي قد ونلكم الخدمات في الصفوف الأولى بذن ما إن شاء الله نتجاوز نعم بإذن الله الدكتور وليد المالع وكيل وزارة الصحة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك